السلام عليكم تفرخين منك تقامت لبس تاروين انت بخير اتمنى كل تكم تبخيروا الى خير ان شاء الله السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم بخير انتمنى تكونوا كلكم بخيروا الى خير ان شاء الله اليوم اغندي لكم هاد الفيديو قررت نهضر فيه بالامازيغية ونهضر ما يمرشح لكم بالداريجة ان شاء الله حيث بزاف البنات يقولوا لي هضري بالداريجة باش نفهمك المهم اليوم غنشرك معكم طريقتي ديال الشبكية ان شاء الله بصراحة واحدة الشبكية كدجي غزالة معلكة وبنينة وهشيشة هنا عندي المقادير عندي ربعة كيلو ديال دقيق الصراحة درت الكيمية شوية كتيرة ربعة كيلو ديال دقيق عندي تما جبانية ديال اللوز و جبانية ديال زنجلان و عندي هنا مسكة حرة و عندي معلقة كبيرة ديال القرفة و جوج معالقة كبار ديال حبة حلواء و جوج معالقة كبار ديال النافع و شوية الملحة كاس ونس ديال الزبدة و كاس الخلفية شوية ديال زفران حور و جوج قرائي ديال ماء الزهر و عندي غن دير جوج كتان ديال سميتو ديال الزيت الزيتونس اللي هي الزيت العود و غن دير صاشيا ديال الخمير رانسيدها مهم نخلط دوك المقادير اللوز و جنجل المهم نواشيف نخلطهم زير مع الدقيق اعز غادي نس ديال المقادير الاخرين اعز غادي نسيد دباء كاس انس ديال الزبدة نضيف الكسان وزيتون نضيف الكسان نضيف الكسان و نقوم بإختيار كوكا والجنجل المهم كل واحد وجهته كل واحد شنو بغا يدير وتمازد صاشية ديال الخميرة حمراء ونخلطهم مزيان مزيان زيت الكأس ديال الخل اللي فيها سميتو اللي فيها الزفران الحور وجوج قرائي ديال سميتو ديال الماء الزهر ونخلطهم مزيان وغا نهز واحد القراءة ديال الماء الزهر غا نعمرها باسميتو المهم عندي جوج قرائي ديال الماء الدافي عبرت بقراءة الماء الزهر وغا نزيد قراءة اخرى مهم جوج قرائي ديال الماء الزهر غا نخلطهم مزيان مهم غا نجمع العجينة بجوج قرائي ديال الماء كي ما قلت لكم وغا نقسم العجينة على جوج بجندها مزيان صفي هنا راني خليتها واحد ساعة تقريبا حتى رتحت ليها وقسمتها كوائرات الصغار وهناك ندلكو في العجينة ديالنا راه تقريبا را قربنا نكملو الكيمياء اللي عندنا صفي هندلكوها وغا نقطعها بالجرارة باج ندوزها في الماكينة نمرا اربعة ما بين ثلاثة او اربعة ما بين ثلاثة او اربعة ما بين ثلاثة او اربعة وغا نطويو ديال جينا اللي دوزنا باش ندوزها مرة تانية نمرا غا نطويوها باش تجينا الشبكية مجعبة وخوية من الداخل ندوز على ياد لك واحد شوية باش تخلينا اسميتو الماكينة المهم را دوزناها مرة تانية دا بغا نقطعها بالجرارة بالنسبة لبنات الخميرة ديالي جينا راه ما كان دير هاج والبيض حتى هو ما كان ديرش البيض اه حيت كيدي الكشكوشة في الزيت اللي كنقليوها كيدي لين الكشكوشة اذا كشي لاش مما كان ديرش البيض المهم هنا كيما كتشوفو راها كان قطع كندير ربعة الخمسة كان قطع اه المهم كيجو بحال بحال فاسميتو في الورطة ديالهم كيجي بحال بحال المهم هذه هي الطريقة اللولة اه جاتني الصراحة المهم جوني ساهلين بجوج هاني كان ختمية بيد واحدة حيث يد الثانية الزيت بها التليفون داك الشي لاش اه المهم هادي هي اه تشبيكا اللولة اي راكا تجي زوينة اه 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 دا بغا نشارك معاكم تشبيكا التانية ها هي كيما كتشوفو را بحال عادي بحال اللولة في الشكل ديالهم غير طريقة مختلفة شوية المهم ها نشارك معاكم واحدة اخرى باش تشوفو دوك الجنب راني كان حيدهم باش ميجيونيش طوال بزاف كان حيدهم غير بيدية وانشارك معاكم تشبيكا اه تانية بشكل مصنع حسنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة